أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررناه قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوه أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين تقدم معنا في الدروس الماضية ما قصه الله تبارك وتعالى عن أهل الكتاب وظلمهم وفجورهم وتغييرهم وما حصل معهم بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام من طلب المباهلة وكل هذا ليبين الله تبارك وتعالى لنا ظلمهم وتدليسهم وتلبيسهم وهم يعلمون الحق ولكنهم كتموه وبدلوه وغيروه وفي هذه الآية بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى فيما مضى عنهم أنهم أن له عيسى عليه السلام عيسى ابن الله وقالوا عيسى ابن الله وهو نبي من أنبياء الله أرسله الله سبحانه وتعالى وأنزل عليه كتابه أنزل عليه الإنجيل وأيده بوحيه فلا يمكن أن يكون عيسى هذا أو أن يكون نبي من أنبياء الله الآخرين أن يفتري على الله وأن يكذب على الله ولذلك تأتي هذه الآية تبرئة تبرئة لرسل الله عليهم صلوات الله وسلامه عليه لرسله وأنبيائه تبرئة لهم من أن يكونوا من أهل الشرك وتبرئة لهم من أن يكونوا ممن يحرف كلام الله ويغيروا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة وهذه منة من الله سبحانه وتعالى ولا تأتي إلا باستفاء واختيار من الله تبارك وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ويؤيدهم بوحيه وبمعجزاته فلا يمكن بحال من الأحوال أن ينكسوا عن ذلك وأن يدعو الناس إلى عبادتهم أو إلى الشرك بالله تبارك وتعالى ولكن خلاصة وجوهر دعوتهم ما هي أنهم كانوا يقولون كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون دعوتهم لأتباعهم ودعوتهم للأمة التي بعثوا فيها أن يكونوا ربانيين أن يكونوا متبعين خاشعين خاضعين لله سبحانه وتعالى فيما جاءهم به نبيهم بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون يعني وبما علمكم إياه أنبياءكم هذه هي جوهر رسالة الأنبياء ولا يمكن بحال من الأحوال أن يكون النبي هذا الذي أيده الله بوحيه وبمعجزاته واصطفاه من الخلق أن يكون أول من ينكس عن ذلك وأن يدعو الناس إلى عبادته أو إلى عبادة غيره ثم هذا يبين واجب الأتباع أتباع النبي ماذا عليهم بعد أن علمهم نبيهم وبين لهم ودلهم على الطريق الصحيح عليهم أن يكونوا ربانيين لله تبارك وتعالى مقرين له بالربوبية وبالوحدانية خاضعين خاشعين له سبحانه وتعالى بما تعلموا من هذه الكتب التي جاءهم بها أنبياؤهم وبما كانوا يدرسون معهم ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون لا يمكن أن يتصور أن يأتي هذا النبي فيأمر من معه أو يأمر بقية الناس أن يتخذوا الملائكة والنبيين أربابا والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك وكذلك أنبياؤه لا يمكن أن يدعو الناس إلى عبادة الأنبياء أو إلى عبادة الملائكة فليس مع الله سبحانه وتعالى شريك ولا ند ولا ظهير لا ملك مرسل لا ملك منزل ولا نبي مرسل كلهم عباد لله تبارك وتعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون بعد أن بين الله لكم هذا الدين وبين لكم الإسلام الذي يجب الاستمساك به والذي هو الدين عند الله سبحانه وتعالى لا يمكن بحال من الأحوال بعد أن أصبحتم مسلمين أن تدعوا إلى الكفر وإلى الشرك ثم تأتي الآية التي بعدها تبين عظم الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على النبيين مما يؤكد ويزيد في التأكيد على أن هؤلاء الأنبياء لا يمكن أن يكونوا بحال من الأحوال ممن يدعون الناس لعبادتهم أو أن يشركوا بالله تبارك وتعالى وهذا رد على هؤلاء الذين أن له عيسى عليه السلام وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ما أنزل عليهم من الوحي والهدى والنور ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم وهذا أمر آخر أخذ الله على النبيين كلهم العهد والميثاق أنه إذا أرسل رسولا وهم على وجه الأرض وهم أحياء أنهم يتبعونه وهذا دليل على تناسخ الشرائع أن كل شريعة لاحقة تنسحه الشريعة التي قبلها وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين الله سبحانه وتعالى أخذ العهد والميثاق على الخلق جميعا وهم في أصلاب آبائهم وهم ذري في صلب آدم عليه السلام وإذ أخذ ربك من بني آدم أخذ ذرية آدم أخذ عليهم العهد والميثاق بالإيمان ثم بعد ذلك أخذ العهد على الذرية في أصلاب آبائهم كل هؤلاء مقرون ويشهدون بأن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد المستحق للعبادة وأنه الرب المعبود لا معبود غيره العهد هذا على جميع الخلق لكن الأنبياء الذين ابتعثهم الله سبحانه وتعالى أخذ على كل منهم العهد أنه لو أرسل رسول من الله رسول آخر وهو مؤحي أنه يتبعه فأقر الأنبياء بذلك ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم هذا بيان للواقع أن الرسالات هذه كلها تدعو إلى دين واحد إلى دين الإسلام لا اختلاف بينها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء أبناء علات يعني كأنهم أبناء أمهات مختلفات دينهم واحد وشرائعهم شتى الدين الذي يدعون إليه ما هو دين الإسلام وأما الشرائع فهي بحسب حال القوم الذين بعث فيهم النبي قال ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به لا يكفي هذا أيضا ولتنصرنه تؤازرونه وتقومون معه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري يعني أخذتم على ذلكم عهدي وميثاقي قالوا أقررنا كل هؤلاء الأنبياء قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين اشهدوا أنتم بهذا وأقروا به وأنا معكم أنا ربكم أشهدوا على شهادتكم أشهدوا أنكم قد شهدتم بذلك أشهدوا أنكم قد شهدتم بذلك ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة ما من نبي ابتعثه الله إلا أخذ عليه العهد أنه لو بعث نبي آخر في زمنه أنه يؤمن به ويتبعه فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون هذا بيان أن من ينكس عن الحق وينقض العهد والميثاق الذي التزم به مع الله سبحانه وتعالى فهو من الفاسقين ومآلهم كما هو معلوم إن لم يتوبوا ويرجعوا إلى الحق أن مآلهم إلى جهنم والعياذ بالله ثم قال تبارك وتعالى أفغير دين الله يبعون هؤلاء الذين يحرفون وينقصون ويكذبون ويغيرون هل يبتغون دينا غير دين الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى له أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون الخلق صنفان صنف مسلم لله مقبل على طاعته ملتزم بها وراض بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره وصنف آخر مرغم حتى وإن كان كافرا مرغم على قبول أمر الله وحكمه وقدره وهم هؤلاء الكفار طوعا وكرها كلهم عباد لله سبحانه وتعالى أفغير دين الله يبعون وله أسلم من في السماوات والأرض من في السماوات الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون هؤلاء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ومن في الأرض المؤمن والكافر المؤمن مطيع مستجيب والكافر مرغم على قبول قدر الله سبحانه وتعالى ثم المرجع والمآب إلى الله سبحانه وتعالى وإليه يرجعون فإذا رجعوا إليه يلقى كل جزاءه المؤمن يلقى جزاءه الحسن عند الله والكافر والمخالف والمنافق والكاذب على الله يلقى جزاءه ومصيره في جهنم ثم تبارك وتعالى يوجه نبيه عليه الصلاة والسلام بما يجب أن يقوله كل إنسان مسلم أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام وأن يقوله كل إنسان مسلم في هذا الخصوص في قضية الإيمان والأمر للنبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا ورد الأمر من الله تبارك وتعالى موجها للرسول عليه الصلاة والسلام فإن هذا الأمر يشمل النبي عليه الصلاة والسلام ويشمل غيره من أمته لكن لو ورد الأمر بصيغة الجمع فإنه يشمله ويشملهم كما ورد في هذا الخصوص في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط إلى آخر الآية فهناك ورد بصيغة الجمع أمر للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل الأمة وهنا ورد للنبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا به هو في نفسه وهذا يستتبع مخاطبة الأمة قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا كتاب الذي جاءنا به نبينا والوحي الذي يعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم هذه قضية الإيمان لا بد أن تتحقق عند كل إنسان يريد النجاة لنفسه هذا هو الشيء المطلوب وهذا دليل على أن الدين واحد لأن هؤلاء كلهم هؤلاء كلهم أنبياء الله سبحانه وتعالى والإيمان بهم وبما جاءوا به هذا هو سبيل النجاح قولوا وآمنا بالله وما أنزل علينا القرآن وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط الأصباط أبناء يعقوب أبناء يعقوب إخوة يوسف يوسف وإخوته وما أوتي موسى وعيسى موسى أوتي التوراة وعيسى أوتي الإنجيل والنبيون من ربهم هناك أنبياء كثر لم تذكر أسماؤهم ولم نعرف كتبهم ما بينت لنا كتبهم ولكن هذه أمثلة ذكرها الله سبحانه وتعالى لابد أن نؤمن بالأنبياء جملة وتفصيلة كيف يكون الإيمان بالأنبياء جملة وتفصيلة الإنبياء بالأنبياء جملة أننا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى ابتعث أنبياء للخلق لهداية الخلق أنزل عليهم وحيه وأيدهم بالمعجزات وأرسلهم لهداية الناس هذا الإيمان المجمل والإيمان المفصل بماذا بمن بكل من ذكر اسمه في القرآن الكريم آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ويونس وكل هؤلاء وداود وسليمان وموسى وعيسى كل هؤلاء ذكروا بأسمائهم فلابد من الإيمان بهم ولا يمكن أن يصح الإيمان مع إسقاط شيء من هذه هؤلاء وكذلك الكتب فيها إيمان مجمل وإيمان مفصل نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى إيمانا مجملا بأن الله أنزل كتبا على أنبيائه منها ما عرفنا ومنها ما لم نعرف لكن لا بد من هذا الإيمان لأن هذه الكتب هي الوسيلة التي يفيء إليها الناس لطلب الهداية يبين بها الأنبياء هداية الله تبارك وتعالى وفيها إيمان مفصل بما ذكر من أسماء هذه الكتب في القرآن الكريم القرآن كتاب الكتاب الذي أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام وصحف إبراهيم وصحف موسى والتوراة والإنجيل هذه كلها التي ذكرت أسماؤها لا بد من الإيمان المفصل بها ثم لا بد أن نؤمن بالنبيين جميعا لأن الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل أركان ركنان من أركان الإيمان لا يصح الإيمان بدون الاعتراف بهذين الركنين والإقرار بهما لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون يعني هذا الجامع الذي يجمع كل الأمة كل الخلق الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى وكل الأنبياء الذين ابتعثهم هو قضية الإسلام فنحن نؤكد بأننا من المسلمين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هذا تأكيد أن الدين الذي بتعث به هؤلاء جميعا هو دين الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لن يقبل منه في الدنيا إن كان هناك سلطان للمسلمين فلا يمكن أن يكون هناك من يزعم أن هناك دين غير دين الإسلام ويصل ويصله سلطان المسلمين لأنه إما أن يقر بالإسلام وإما أن يظل على دينه لكن من غير أن يتعرض لدين المسلمين بشروط تعرف الجزية وغيرها ولكن في الآخرة في الآخرة هو من الخاسرين حتى ولو تاب في الدنيا لا هذا لمن بقي على ما هو عليه إلى أن يموت من كان على الكفر والإنكار وعدم قبول الإسلام فهو كافر في الدنيا فإذا مات على ذلك فهو من أهل النار لكن ما دام في الحياة الدنيا فقد تكتب له الهداية قد يتوب قد يسلم لكن إذا مات على ذلك فهذا ممن يحصل اليقين بأنه من أهل النار والعياذ بالله كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم ولذلك يعني قبل هذا في قضية يعني ابتغاء الدين غير دين الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن بين ما بين كان شديد التوقي لا يرضى بأن يخوض أحد في أمر غير الإسلام ولذلك ولذلك جاءه مرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وتعلمون مكانة عمر في الإسلام وتعلمون قربه من النبي عليه الصلاة والسلام لا يرقى لإخلاص عمر رضي الله تعالى عن شك لكنه أراد أن يفعل خيرا والإرادة إرادة الإنسان ونيته نيته هذه قد تكون في بعض الأحيان موافقة للصواب فيؤجر عليها ولكن نيته هذه قد تكون مخالفة عمله هذا مخالف ولهذا يقولون في المثل كم من باغ للخير وهو لا يعرف طريقة عمر رضي الله تعالى عنه اجتهد ذات مرة وذهب إلى صديق له من اليهود أسلم أسلم هذا الرجل لكن عنده علم بكتاب اليهود وما فيه من الأخبار والآيات والمواعذ فجمع منها شيئا وكتبه في صحيفة عمر رضي الله تعالى عنه ماذا يريد يريد الاستزادة من الخير وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره هذه أخذتها من أخي من بعض ما في عند أهل الكتاب فغضب النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام غضب من صنيع عمر وقال أفي شك أنت يا بن الخطاب أفي شك أنت يا بن الخطاب والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي لماذا تفعل هذا وهذا وإن كان في ظاهره هذا الأمر فيه شدة مع عمر رضي الله تعالى عنه وهو صاحب المكانة التي لا تنكر لكن هذا فيه تنبيه لغيره إذا كان عمر وهو من هو لا يقبل منه هذا الأمر ويقابله النبي عليه الصلاة والسلام بهذه اللهجة الغاضبة يقابله بهذا الكلام فكيف بغيره فلذلك الخوض الآن في هذه الكتب وتتبعها والبحث عما فيها من المعاني التي يقال إنها جيدة أو قد تنفع أو يستدل بها هذا من تضيع الوقت ومن مخالفة منهج الشرع نحمد الله سبحانه وتعالى أن منع علينا بهذا الكتاب الكريم منع علينا بهذا الكتاب الكريم الصحابي يقول بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد أخبرنا بخبر منه النبي عليه الصلاة ما ترك شيئا ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام شيئا ولذلك في حجة الوداع استشهدهم النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ترك شيئاً مما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم إلا وبينه النبي عليه الصلاة والسلام فلذلك من يبتغي من يبحث في الهداية في غير دين الإسلام هذا سعيه باطل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين هؤلاء اليهود والنصارى خبروا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا أكثر من مرة في كتبهم موجود في كتبهم في التوراة وفي الإنجيل خبروا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيبعث نبي في آخر الزمان هذا اسمه وهذه أوصافه وعيسى عليه السلام قال ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فأخباره عندهم في كتبهم ويعلمون هذا ولكنهم كفروا كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم بعد معرفتهم بالحق وشهدوا أن الرسول حقي يعلمون أنهم مرسلون من عند الله وجاءهم البينات هذه الآيات المعجزات الواضحات والله لا يهدي القوم الظالمين كيف تتصور الهداية لإنسان علم كل هذه الأشياء علم بخبر النبي عليه الصلاة والسلام ورأاه وقابله ورأى هذا الوحي الذي ينزل عليه ورأى هذه الآيات المعجزات التي بين يديه ثم يكذب كيف هذا تتصور وتتوقع له الهداية مثل هذا والعياذ بالله الله سبحانه وتعالى لا يهديه والله لا يهدي القوم الظالمين وهذا كله مربوط كما قلنا بالاستمرار على هذا النهج السيء إلى الموت لكن من تاب يتوب الله سبحانه وتعالى عليه وروي أن أناسا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أسلموا دخلوا في الإسلام ثم بعد ذلك ارتدوا وخرجوا فهذا تبكيت لهم وهذا تشنيع عليهم كيف يهديهم الله سبحانه وتعالى بعد أن رأوا هذه الآيات البينات ثم نكسوا وكذبوا قال تبارك وتعالى أولئك هؤلاء الذين مر ذكرهم جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله هؤلاء ما بقي شيء مما فعلوه يمكن أن يتجاوز عنه كل هذه الأمور كلها والعياذ بالله تدعو إلى إحباط أعمالهم وإلى دخولهم النار فالله سبحانه وتعالى قال عنهم أولئك جزاؤهم جزاؤهم متى في يوم القيامة إذا بقوا على ما هم عليه أن عليهم لعنة الله ولعنة الله يضطرد والإبعاد من رحمته سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يكتبها علينا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يعني الملائكة والخلق أجمعون يلعنون هذا الصنف من الناس خالدين فيها في جهنم العياذ بالله لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون لماذا؟ هذا التشجيد يا ربنا لهذا العمل السيء الذي أسلفوه في الدنيا ولنكوصهم عن الحق وتأبيهم عن قبوله هذا جزاؤهم وهم يعلمونه يعني فرق بين إنسان لا يقبل الحق لجهله وآخر يعلم ثم يجحد وينكس ويكذب ويخالف هذا عذابه أشد قال خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون لا يمهلون إذا جاءوا في يوم القيامة حتى وإن تمنوا الرجوع إلى الدنيا لا يقبلوا منهم ولا يمكن لبشر ولا لمخلوق حضر في يوم القيامة أنه يعود إلى الدنيا ليعمل قال إلا الذين تابوا وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى التوبة التوبة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بابها مفتوح والله سبحانه وتعالى يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون التوبة مطلوبة حتى من الكفار حتى من المنافقين لو تابوا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا أخس وأحط أنواع الكفار المنافقون والله سبحانه وتعالى قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولذلك هم في أسفل جهنم والعياذ بالله في قعرها إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا فهنا الله سبحانه وتعالى بعد أن بين شناعة أولئك القوم وكفرهم وجحودهم وما يستحقونه من العذاب يوم القيامة قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك يعني من بعد كفرهم وتغييرهم وإنكارهم وجحودهم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا أعادوا إلى طريق الحق فإن الله غفور ورحيم النبي عليه الصلاة والسلام قال إن التوبة بابها مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها والتوبة يمكن للإنسان أن يتوب من ذنبه ما لم يغرغر يعني ما لم يدخل في مرحلة النزع إذا دخل في مرحلة النزع دخل في مرحلة الآخرة ما بقي له شيء يتوب فيه إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون كيف لا تقبلوا توبتهم يعني في الآخرة في الآخرة هؤلاء الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا كفروا وازدادوا كفرا بالطغيان والبغي والكذب والتلبيس ودعوة الناس إلى الضلال وإلى الكفر وإلى الشرك هم كفروا في أنفسهم وازدادوا بهذه الأعمال الشائنة من الكفر لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون في يوم القيامة إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار وهذه مسألة يجب أن نتنبه لها أيها الإخوة أن الكافر في الدنيا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة الدعوة وهو مطالب بالإسلام مهما حصل منهم فإذا تاب وأناب في الدنيا فالله سبحانه وتعالى يقبله لكن إذا بقي على ما هو عليه وهذا من عدل الله تبارك وتعالى هذا الميزان الدقيق عدل الله سبحانه وتعالى أنه يمهله في الحياة الدنيا لكن إذا مات انقطع هذا الأمل وانقطع هذا الإمهال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار لكن لو تابوا التوبة تجب ما قبلها إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به من أين الإنسان ملء الأرض ذهبا هل هناك مخلوق خلقه الله في هذه الدنيا يملك ملء الأرض ذهبا وهذا من باب يعني إبعاد الموضوع وقطع الأمل في التعلق به لو كان له ملء الأرض ذهبا لفتدى به لكن أن يكون له ذلك حتى لو كان له ذلك على فرض أنه استطاع أن يكون له ملء الأرض ذهبا فلن يقبل منه فكيف إذا لم يكن له شيء جاء إلى الآخرة وما معه إلا الكفر والشرك والمخالفة والعياذ بالله فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين هذا جزاؤهم جزاء جزاء وفاقة كما قال الله تبارك وتعالى مقابل هذه الأعمال التي عملوها في الدنيا هذا الكفر وهذا الضلال وهذا التحريف وهذا الصد عن سبيل الله كل ما يفعله الكفار الآن سيعاقبون به سيجازون به عند الله سبحانه وتعالى الظلم والبغي وسيفك دماء المسلمين وهتك حرماتهم كل هذا كل هذا وإن كان المسلمون يألمون منه ويتحرقون لشؤون إخوانهم لكن هذا كله مرسود عند الله سبحانه وتعالى فلن يفلتوا أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين من ينصرهم من الله لا أحد ثم بعد ذلك تأتي هذه الآية ختام للجزء آية عظيمة يجب أن نقف عندها قليلا وهي قوله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله بيعلم ما علاقة هذه الآية بالإيمان الذي مر معنا والإيمان الذي ورد ذكره والتشنيع على من أنكره وخالف فيه لأن الإنفاق في سبيل الله هو البرهان العملي الصادق على صحة الإيمان الإنفاق في سبيل الله انفقوا في سبيل الله والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الإنفاق في سبيل الله هذا هو البرهان العملي على صحة الإيمان وعلى رسوخه وعلى رسوخه في النفس وهذا هو الأليق بالمؤمنين المؤمنون هم الذين يتقبلون شرع الله ويتعالون وينتصرون على حاجات نفوسهم يكبتون البخل في نفوسهم ويبذلون من أموالهم ومما يستطيعون أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ما الذي يسهل على الإنسان أن يبذل ما له هكذا طوايا وهو قد اكتسبه بكده وجهده وتعبه ما الذي يسهل عليه أنه يبذله بنفس رضية الإيمان الذي في قلبه لن تنالوا البر والبر هذا مرتبة عالية من مراتب الإيمان البر هذا نحن الآن الكلام في الإنفاق الزائد على الإنفاق الواجب الإنفاق الواجب ما هو الزكاة والإنفاق الواجب النفقة على من تجب النفقة عليه من الأهل والأقارب هذا هو الواجب لكن هناك أمور أعلى من هذا أكثر من هذا يترقى بها الإنسان المسلم في مراتب القرب عند الله تبارك وتعالى وهي أمور البر كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن رب في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه الفرائض هذه أولى الأشياء الواجبة قبل أن تذهب فتتبرع أو تتطوع عليك أداء الفرائض الفرائض أولا إذا أديت الفرائض تأتي بعد ذلك النوافل في الحديث قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل متى بعد أداء الفرائض حتى أحبه يعني هذا من وسائل القرب من الله سبحانه وتعالى وسائل تحصيل محبة الله ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت بصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وعينه التي يبصر بها ورجله التي يمشي عليها ولا إن سألني لا أعطين ولا إن استعاذ بي لا أعيد فالبر هذا مرتبة عالية جدا دليل لا يصل إليه إلا من تمكن الإيمان في قلبه لن تنال البر حتى تنفق مما تحبون تنفق لكن الإنفاق مما تحب هذا شيء لا يستطيعه كل أحد أن تنفق ما هو أثير عندك ونفسك تميل إليه ويدك تتمسك به أن تبذله في سبيل الله تبارك وتعالى يروى في الحديث الصحيح أن الصحابي الجليل أبو قتاد رضي الله تعالى عنه كان من أكثر الأنصار مالا وكان عنده مزار أحبها إليه وآثرها عنده مزرع اسمها بيرحاء فلما نزلت الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء وإنها صدقة أبتغي أجرها وبرها فضعها حيث شئت يا رسول الله هي عندك تصرف فيها النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له وهذا أسلوب تربوي إذا رأيت الإنسان مقبلا على الخير حتى الطفل رأيته يصلي ويذكر الله ويعني يخشع في صلاته ويذهب إلى المسجد عليك أن تشجعه أن تثني عليه على عمله رأيته يبذل حتى مصروفه اليوم إذا رأيته يخرجه ويتصدق به ما تقول له تعنفه وتقول له أنت مجنون هذا مصروفك اليوم كيف لا يشجع ويثنى عليه حتى يحب هذا العمل حتى ينشأ محبا لهذا العمل ماذا قال النبي عليه الصلاة لأبي قتادة قال له بخ بخ يعني عبارة الثناء ذاك مال رابح ذاك مال رابح اجعلها في الأقربين ففرقها أبو قتادة بين أقربائه ناس كانت تتصيد وتترقب وتبحث عما يوصلها إلى هذه المراتب عما يرضي الله تبارك وتعالى عنها تعالوا على حاجات نفوسهم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هذا الإنفاق إنفاق الإنسان مما يحب هذا كما قلنا علامة أكيدة على تمكن الإيمان في القلب الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة أكد لنا هذا المعنى فيما مر معنا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي يعني لو عرض عليكم ما قبلتم هنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ابن عمر بن الخطاب كان عبد الله هذا من أهل العلم وأهل الفتوى من حفاظ الحديث الكبار المؤلفين الذين يحفظون آلاف الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كان مرجعا من مراجع الفتوى يسأله الناس مريضة ذات مرة والناس كلهم معرضون للأمراض فلما تماثل للشفاء جاءه أهله وعرضوا عليه ماذا تشتهي ماذا تشتهي نصنع لك قال أشتهي سمكا فذهبوا يبحثون وجاءوا له بسمك وطبخوه وقدموه له وهو مريض ويشتهي ذلك طرق الباب طارق في هذه الأثناء فقال انظروا من في الباب قالوا سائل فأخذ الصحفة وأعطاها له بما فيها وهو يشتهي هذا يشتهي هذا وهو في حال من المرض فلامه أهله لامه أهله كيف تعطي هذا وقد اشتهيته وأحضرناه لك قال إن عبد الله كان يحبه عبد الله يحب هذه الأكلة ويريد أن يحصل ما هو أعظم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم الشيء الذي تنفقونه الله به عليم لماذا ختمت الآية بقوله إن الله به عليم لأن العمل الصالح قد يراه الإنسان في الظاهر لكن لا يدري ما وراءه من النية إنسان يعمل عملا صالح أن يتصدق يطعم يكسو الفقراء ينشئ المساجد وأماكن الأماكن النافعة للناس وأنت لا تدري ظاهر العمل عمل صالح لكن في الحقيقة الذي يعلم صحة هذه النية من عدمها هو الله سبحانه إن الله به عليم إن كان إنفاقه هذا يبتغي به وجه الله فهذا الأمر يعني له أجره وبره وخيره وإن كان يبتغي به شيئا آخر مدحة الناس أو الثناء عليه ما شاء الله فلان هذا ينشئ المساجد يطعم المساكين له سفر دائما يطعم ويبعث إذا كان يقصد هذا يقصد مدحة الناس أو ثناءهم أو يريد أن يتوصل بذلك إلى أن يحصل ثقتهم فيه فيعطونه ويدفعون إليه أموالهم أو يحصل منهم غرضا من أغراض الدنيا فإن الله به عليم يعلم الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما في نفس المنفق هذا ما تنفق من شيء ما قال ما تنفق لوجه الله قال وما تنفق من شيء كبيرا أو صغيرا قليلا أو كثيرا فإن الله به عليم وهذا فيه ما فيه من الحث على إخلاص النية لله تبارك وتعالى وعلى الخوف من حبوط العمل سنعمل العمل لابد أنه يعالج نفسه فيه حتى يخلص عمله حتى لا يحبط هذا العمل وحتى لا تضيع فائدته نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وأن يعز دينه ويظهر كلمته وينصر المسلمين في كل مكان إنه على كل شيء قدير ترجمة نانسي قنقر